يتألمون وحيدين بصمت دون معيل يطرق أبواب المخيمات التي ملت من دوام معاناتهم هنا في مخيم المحطة في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين يجد النازحون أنفسهم في مواجهة الفقر والأمراض المزمنة التي تفتك بهم دون أي تدخل حكوميا يخفف عنهم حيث لا عمل متوفر ولا أرض يزرعونها بعدما غيبت الميليشيات ذويهم تبقى المنشدات هي السبيل الوحيدة للمنفيين في المخيمات التي تبدو أسوأ مما كانت عليه قبل جائحة كورونا وعندنا هذه واحدة عندها ربو مزمن وسمع ما تسمع يعني معلاذ يعني لا تأخذ السيارة منها ما تطعب عشرة آلاف دوائز جلسة بالمئة بالمئة والمئتين والما عنده أي ما ما عنده يعني المثل اللي من بديرتك تزرع تجنيها لك حلال شي يعني تبيع تصرم منك هاي خمسة عشر نفر كلهم معوقين وحالة المخيمة تعبانة كلهم معوقين وتعبانين ولا راتب ولا كل شيء وجه رب صاير بهم حيب تعبانين خلاص ما عاشيهونه هاي الجهة المصريخ وكش ماك لا راتب ولا كل شيء لا ملابس ولا راتب ولا كل شيء حتى العودة إلى مناطقهم وهجر المخيم بات خيارا صعبا لهذه العائلات في ظل دمار منازلهم وغياب أموال الإعمار والتعويضات الحكومية مع انتشار الفساد الذي ذهب بكل شيء في العراق يعني عايشين بالقدر الإلهية فأحنا نرجو من الساسة الكرام أن ينظرون إلى هاي العوائل المتضررة ينظرون منازلهم مهدمة يعني حتى إذا ترجع إلى أرضه وإن شاء الله أبواب عودة بس بيت ماك وأكثر من 2500 بيتها كعبارة عن هياكل مدمرة وما قرار الحكومة إعادة النازحين إلى منازلهم يؤكد سكان مخيم المحطة عدم صرف مستحقات العودة رغم تسجيلهم كعائدين وغياب الرعاية الاجتماعية بشكل تام والتي تركت أطفالهم يعانون من جراء الأمراض والأوبئة التي زادت في العراق بشكل ملحوظ مع انهيار القطاع الصحي وتفشي الفساد فيه